بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه وسلم الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي للمرة التالتة في دينستري Online Scientific Days شكر خاص للبروفيسور مازل الدماني على تحت الفرصة لها إن أنا أكون سبيكر المرة دي كمان في الدينستري Online Scientific Days والحقيقة أنا لما كنت بختار الموضوع اللي هتكلم فيه حاولت إن أنا المرة دي أتكلم في الموضوع يكون ما يكونش ساينتيفك أو ما يكونش موضوع العلاقة بتبع الأسنان قوي الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة هو موضوع إدارة الوقت الحقيقة وأنا بجهز المحاضرة دي استقيت روح المرحوم الدكتور إبراهيم الفقي واستلهمت منه كلمات كتير وجمل كتير وأبهرات كتير اكتبستها منه الحقيقة وفي بعض الجمل اكتبستها منه كما هي علشان أقدر أن أنا أحضر المحاضرة دي الوقت هو الكنز الكنز أو الثروة اللي احنا بنكونها علشان نستفيد منها في المستقبل وهو البذور اللي احنا بنبذورها في أرض حياتنا علشان تطلع لنا شجرة تظلل حياتنا لما نكبر استثمار الوقت في الصغر معناه نجاحك في الكبر كل ما استثمارت وقتك بشكل صحيح وانت سنك صغير ده يعني لنا أنك حتكون إنسان ناجح في المستقبل أو أنك حترتاح في مستقبلك كل ما استغلت وقتك بشكل جيد وقدرت تنظمه وقدرت أنك تستغله وتبعد عن أي محبطات وتبعد عن أي مؤثرات تكون بتضيع وقتك وانت سنك صغير كل ما هتكون إنسان ناجح في المستقبل زي ما هنشوف قال لكن وهو كاتب معروف ومؤلف كتاب مهم جدا اسمه كتاب كيف تتحكم في الوقت البركوت بتاع الكتاب موجود في أسفل الشاشة اللي يقدر يعمله سكان علشان إيراء الكتاب ده جدا جدا مفيد قال في كتابه جملة مهمة جدا قال لا يوجد ما يسمى بعدم كفاية الوقت دائما لدينا وقت كافي لعمل كل ما نحتاجه يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن دايما في حياتنا عندنا وقت إن إحنا نحقق أحلامنا عندنا وقت إن إحنا نكون ناجحين مفيش حاجة اسمها إن أنا ما كانش عندي وقت إن أنا نحقق الحلم الفلاني ما كانش عندي وقت إن أنا أعمل الدراسة الفلانية ما كانش عندي وقت إن أنا أعمل المشروع الفلاني دايما عندنا وقت بس الفكرة مين يقدر يدير وقته بشكل صحيح علشان يقدر يكون ناجح ومين اللي مش هيدير وقته والسؤال بتقضي كم ساعة في اليوم لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي الغير هامة طبعاً غير مواقع التواصل المفيدة زي مثلاً الدينستر أونلاين وزي القناة بتاعتنا في التليجرام وزي حاجات كتير علمية مفيدة أنا بتكلم عن تصفح المقاطع والرسائل الغير هامة بتقضي كم وقت إنك تفتح مقاطع في الواتساب وتتفرج عليها وبتقضي قد إيه على الاسناب شات وعلى الانستجرام في حاجات مش مفيدة أو مش هتأثر في حياتك مستقبلاً أو مش هتفرق معاك إذا كنت هتبقى ناجح في المستقبل ولا لأ ده سؤال كل واحد فينا لازم يسأله لنفسه يسأل نفسه مواقع التواصل ضيعة قد إيه وقت من حياتي ونبدأ بحاجة اسمها لصوص الوقت إيه هي الحاجات اللي بتسرق وقتنا إيه هي الحاجات اللي بتخلينا مش هنبقى ناجحين بسبب إن هي بتسرق وقتنا الغالي الثامين وحتأثر على نجاحنا في المستقبل أول لس هو لس اسمه المماطلة والتأجيل ماركت وين وده كاتبه في إليسوف أمريكي معروف حكى عن قصة ماركت وين كان لما بيحب يكتب كتابات كان بيطلع في منطقة قريبة من البحر وفي كوخ أو في كهف بيطلع علشان يقدر إنه هو يستقي من الطبيعة أفكاره الفلسفية وحكى في يوم عن قصة صياد سمك جاء له في الكهف أو في الكوخ اللي وقعت فيه وقال له إيه رأيك إنك تشتري مني أسماك ماركت وين رد عليه قال له أنا مش محتاجي إن أنا أشتري الأسماك دي في اليوم التاني رجع نفسه الصياد وقال له هل تقدر تشتري مني السمك ده ماركت استغرب قال له لا أنا مش حاولة أشتري سمك أنا قلت لك في المرة الأولى إن أنا مش محتاجي إن أنا أشتري منك أسماك فده حيكون نفس ردي المرة التانية المفاجأة إن الصياد رجع في اليوم التالت وطلب من مارك للمرة التالتة إنه هو يشتري منه أسماك تحت الحاح وإصرار الصياد مارك يشتري منه السمك وتفاجئ مارك لما راح يشه السمك ويتبخه علشان ياكله إن السمك كان غير طازج وإن السمك كان طعمه مش كويس وكانت ريحته مش كويسة فنادى على الصياد قال له ليه بتصر إنك تبيع لي سمك لبدي تلتة أيام مع إن السمك غير جيد وغير طازج الصياد رد عليه قال له إنت ليه بتلومني أنا عرضت عليك إنك تشتري السمك من تلتة أيام إنت أنا ضيعت فرصة شراء السمك الطازج وأخدت سمك بعد تلتة أيام غير طازج لحياة قصة فلسفية أكتر من ما هي تكون قصة يعني وقعية إن إحنا نستلهم منها عبرة والفلسفة اللي فيها إن إحنا لازم نستغل دايماً الفرصة الأولى نستغل الحاجة أول ما تجلنا دايماً لما تلاقي قدامك فرصة ما تضيعهاش ما تأجلهاش وتقول أنا بعد كده هحاول لنعوضها في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث هتأخد نفس الفرصة لكن هتكون مش بنفس القوة مش هتكون بنفس تأثيرها على مستقبلك وحياتك والإرهاق دايماً من أكتر لصوص الوقت أكتر حاجة بتسرق وقتنا هي الإرهاق إن إحنا لا نحصل على قسط وافي من الراحة ونرهق جسمنا أو جسدنا في أعمال غير ضرورية وغير مفيدة دايماً قلة النوم بتخليك تاني يوم ما عندكش طاقة ونشاط وما عندكش إقبال على إنهاء الأعمال اللي المفروض أنك إنت تعملها وقلة النوم بتخليك دايماً مرهق ومجهد وحتى لو أنت عملت عمل حتقديه بشكل غير جيد فدايماً حاول إنك تحصل على قسط وافي من الراحة نقص الحماس أكتر حاجة بتضيع وقتنا وبتسرق وقتنا هي نقص أو نعدام الحماس طيب إيه أكتر حاجة بتخلي ما عندناش حماس للعمل؟ أكتر حاجة بتخلي ما عندناش حماس هي مخالطة المحبطين والفاشلين النهاردة أنا عندي فكرة مشروع وهروح بالليل أصهر مع مجموعة من أصحابي الفاشلين أو المحبطين أو المحبطين من الحياة وأحب دي أكلمهم عن مشروعي ده حيقول لي والله المشروع ده مش مفيد وهو أصلاً ما عندوش علمي كافي بالموضوع أصلاً ممكن يكون مش بنفس الفلد أساساً الثاني حيقول لي لا والله يعني ممكن الخسار تكون أكتر من المكسب والثالث والرابع لحد ما حلاقي نفسي فقدت الحماس تماماً فدايماً مخالطة المحبطين والفاشلين بتساعد على ضياع الوقت وعدم استطاعة قول لا قول لا لإيه؟ قول لا لأي دعوة أو تصهر أو تجمع للأصدقاء في وقت مهم جداً أن أنا كون بعمل فيه أعمال حتأثر في مستقبلي يعني أنا عندي مشروع أو عندي كورسة حاخته أو عندي مجموعة محاضرات حنشرها وناس اتصلوا بيها مجموعة من الأصحاب تعالى حنروح السهرة الفلانية تعالى حنروح المكان الفلاني حنروح نصهر في المكان الفلاني تعالى نخرج الخروجة الفلانية تعالى نقعد على القفية أو على القهوة الفلانية عدم استطاعتك لقول لا دوت أكبر ضياع لوقتك اعرف إمتى تقول لا للناس اللي عايزين يسرق وقتك والمجهود المتكرر يعني إيه المجهود المتكرر يعني إن أنا أبدأ في عمل وبعدين أتوقف عن العمل ده بسبب أي حاجة بتعطلني وبعدين أرجع أبدأ العمل ده مرة تانية التي جيت إن أنا لازم أبدأه من الأول فيه أعمال منفعش إنك توقفها في النص فيه أعمال لازم إنك كل ما توقف تحتاج تبدأها من الأول تاني أو مشاريع هتعمل دراسة هتعمل مشروع معين ويجي حد يضيع لك وقتك يتصل بيك يقول لك تعالى الخروجة الفلانية تعالى ننزل للمكان الفلاني تعالى نروح للحاجة الفلانية أو تدخل في مواقع تواصل اجتماعي علشان تشوف مقاطئ أو علشان تشوف فيديوز أو علشان تشوف أي حاجة تحتاج إنك تبدأ العمل مرة تانية من الأول ودوت حيضيع وقتك بشكل كبير جدا نتيجة إنك بتكرر نفس العمل أو نفس الطاقة عدة مرات والمقاطعات الذهنية يعني المقاطعات الذهنية زي الاتصالات التلفونية أنا كل ما حاول أبدأ عمل ألا يجي لي التلفون أو يجي لي اتصال وبعد كده أحتاج إن أنا أبدأه مرة تانية أو رسالة مواقع التواصل إن أنا مثلاً بحضر محاضرة زي اللي أنا بحضرها لحضراتكم دي وكل شوي أفتح الواتساب أشوف الرسالة الفلانية أشوف الفيديو الفلاني دي مقاطعات ذهنية بتضيع تفكيرك وبتضيع الفكرة اللي أنت بتحاول تعملها والتخطيط الغير واقعي وهو تحديد وقت غير مناسب وغير كافي للعمل أنت عندك مشروع نوي تعمله بس المشروع ده المفروضي عشان تنفز الخطة بتاعته أو الدراسة بتاعته محتاجة على الأقل تلات أيام وإنت أنا قلت في التودولست بتاعتي إن أنا هعمل الدراسة دي في يوم واحد هلاقي إن الحقيقة بعد اليوم ما خلص وبعد ما بازلت مجهود طويل إن أنا ما أنجزتش غير حوالي ربعة أو ثلث فمعنى كده إن أنا هحتاج إن أنا أرجع تاني وحط خطة تانية من الأول وده تضيع للوقت وعدم النظام دايماً عدم تجهيز الأدوات المناسبة للعمل مثلاً أنا هحضر موضوع عشان أتكلم فيه مثلاً للطلاب مثلاً في الكلية أو علشان أشرح لمجموعة من الأوديينس موضوع معين أو محضرة معينة لازم أجهز كل أدواتي عدم وجود كمبيوتر متصل بإنترنت عدم وجود تاب احتياطي علشان لو الـ power بتاع الكمبيوتر فصل الأقلام الأوراق مصدر التعلم وتنظيمها وتجهيزها بشكل جيد عدم تنظيم الأوراق دي ده من أكبر لصوص الوقت طيب عايزين نعمل reverse للموضوع ده يعني عايزين نتحكم في وقتنا عايزين اللصوص دي ما تسرقش وقتنا فعلشان نتحكم في الوقت فيه مجموعة من الأمور لازم أقوم بيها أول حاجة عدم المباطلة أنت لو قمت بتأجيل العمل أكتر من ثلاث مرات معنى كده أنك أنت بتماطل معنى كده أنك أنت بتماطل في العمل يعني إزاي أعرف أن أنا بماطل أو أن أنا بطول في العمل بشكل مش مفيد لو لقيت أنك بتأجل العمل ثلاث مرات معناها أنك أنت بتماطل هعمل إيه؟ ساعتها ارجع وفكر هل العمل ده مفيد؟ هل الكورس ده حيفيدني في مستقبل في طب الأسنان؟ هل الدراسة دي مفيدة في المجال بتاعي؟ لو لقيت أنه مهمة قم به الآن في التوق واللحظة أول ما تقرر أن العمل ده عمل مهم ابدأ بيه فوراً لو لقيته مهم ابدأ بيه طب لو لقيته غير مهم أو لو لقيت أنه فيه شخص آخر ممكن ينوب عني في القيام بالعمل ده يعني أنا هعمل دراسة فلانية بس فيه مكتب مكتب دراسات جدوى متخصص يقدر يقوم لي بالدراسة دي بشكل بروفيشنال أفضل من أني أقعد أضيع إزواق كامل في أن أنا أعمل دراسة جدوى دي في الدراسة جدوى دي المكتب هيقوم لي بالدراسة بشكل بروفيشنال بسعر بسيط أو بسعر متحكم فيه أدّي الدراسة للمكتب دي أكلف الشخص الآخر يقوم لي بالعمل ده طيب لو لقيت أن العمل نفسه كله على بعده غير مفيد لو لقيت أن العمل ده أصلاً عمل مش هيأثر في حياتك أو مش هينجحك أو مش هيأثر في مستقبلك فوراً ترمينات العمل ده أو إلغي الفكرة دي تماماً ودايماً اعمل قايمة للأولويات دايماً اعمل قايمة للمهام التودو لست ودلوقتي الأجيزة الموبايلز بقى فيها التودو لست بتظهر على الفرانت بيج بتاعة الموبايل بتقدر أنك كل يوم تقول أنا هعمل إيه ودايماً ابدأ بالأهم فالمهم وخلي ago الحاجة اللي أنت بتحب تعملها هي آخر حاجة في التودو لست ليه عشان إحنا لو بدأنا بالحاجة اللي بنحب إحنا نعملها اللي بنحب إحنا نعملها هنلاقي إحنا بنستغرق وقت طويل جداً لأن إحنا بنحب الحاجة دي وهتلاقي الحاجة اللي كانت أهم هتلاقيها تضيع في قيمة المهام فدايماً نبدأ بالأهم فالمهم وخلي تحليدك في آخر اليومك أو في آخر وقتك بالحاجة اللي أنت بتحبها وحط دايماً في قيمة المهام بتاعتك احتمالات المقاطعة الزهنية زي مقابلة الأصدقاء زي الاتصالات التليفونية يعني مثلاً أنا دلوقتي النهاردة حبدأ يومي النهاردة حروح الشركة الفلانية علشان أبدأ أشتري أدوات وبعدين حروح بعد كده المكتب الفلاني عشان يعمل للدراسات الخاصة بالمشاريع بتاعت اللي أنا بفكر فيها في مستقبلي وبعدين حروح أحضر الكورس الفلاني وبعدين في نهاية اليوم حروح الجيم الحاجة اللي بحب أعملها حاول المشروع الأولاني حياخد ثلاث ساعات الثاني ساعتين الثالث ساعتين والرابع حياخد ساعة تقريباً وفي النص في فلان قال لي أن أنا هتصل بك النهاردة للمغرب علشان أتناقش معك في الموضوع الفلاني وفي شخص آخر قال لي أن أنا هعدى عليك علشان أعطيك الورق الفلاني فهحط احتمالات المقاطعات الزهنية ديت في قيمة الأولويات بتاعتي وحعمل جدول حبدأ أمشي أخلص المهمة الأولى المهمة التانية المهمة التالتة المهمة الرابعة وهكذا لحد ما أبدأ أخلص كل المهام المطلوبة مني والتركيز دايماً ركز دايماً ركز في العمل اللي أنت بتقوم به لو حسيت أن ذهنك بيشرد أو حسيت أنه بيبعد عن الفكرة اللي أنت بتحاول أنك أنت تنميها دايماً فكر في النتائج وفي السعادة اللي هتعود عليك عند الانتهاء من العمل ده والمكاسب اللي هتعود عليك يعني فكر مثلاً والله أنا لما أعمل الدراسة الفلانية أنا إزاي ممكن أن أنا أترقى في شغلي إزاي ممكن أن أنا أنتقل لإدارة جديدة مثلاً تكون محتاجة المهارات الفلانية أنا لما أخذ مثلاً كورس أو ديبلومتة الهوسبت المانجمينت أنا ممكن أن أنا ترقى وممكن أن أبقى مدير أو رئيس القسم اللي أنا فيه لما أخذ ديبلومتة الجودة معناها كده أن أنا ممكن أدخل في الكواليتي ديبارتمنت وممكن أن ترقى وممكن يبقى مركزي أعلى بجانب الشغل بتاعي وممكن أحصل على فلوس أكتر من العمل اللي بقوم به ودايماً ما تسحمش جدوالك اليومي بأمور غير ضرورية ممكن تزود عليك الضغوط أنا كنت بسمع فيديو للمهندس محمد العبار والمهندس محمد العبار هو رئيس مدلس إدارة بجموعة إعمار اللي هم أبانوا برج خليفة كان بيتكلم إزاي أنك ممكن تبقى ناجح كان بيتكلم إزاي هو بدأ حياته وما كانش ناجح وعمل مشاريع زي مشاريع أحزية ومشاريع كانت غير ناجحة وقال إن رأس المال غير مهم مش مهم يكون عندك رأس مال المهم إنك تعرف تدير وقتك ده نص كلام المهندس محمد العبار قال إزاي تعرف تدير وقتك وإزاي تختار المجموعة اللي حواليك وقال بالنص حاول تبعد عن المحقوطين والفاشلين دايما علشان تكون ناجح دايما خالط الناس الناجحين في مثلا مصر بيقولك من جاور استعاد يا سعد وده مثلا حقيقي لما يكون كل أصحابك من رجال الأعمال أو من الناس الناجحين أو من الأطباء اللي هم اللي وصلوا للمكانة مرموقة أنت تدريجيا هتنجح ليه؟ نتيجة إن الناس دي هتحفزك الناس دي لما هتتكلم معاك دايما هتحفزك أي فكرة هتقولها هايقولولك أيوة كو أهد إنما لما تقعد مع مجموعة من الناس الفاشلين اللي ما حققوش أي حاجة في حياتهم واللي مش هيحققوا حاجة في مستقبلهم فكل ما هتتكلم مع الناس دي في أي فكرة كل ما حيضيعولك وقتك وحيقولولك حاول إنك تتجنب الفكرة دي ودايما نعرف إمتى تقول لأ هقول لأ لإيه؟ هقول لأ للحاجات اللي هتعطلني للمكالمات اللي جايلي في وقت غير مناسب للرسائل اللي جايلي في وقت المفروض يكون بنجح دلوقتي فيه أو بابني مستقبل فيه هقول لأ للصهرة اللي المفروض إن في الوقت ده أنا قاعد بأعمل خطة علشان حامل مشروعة هقول لأ للعزومة اللي هتجيني في الوقت اللي أنا قاعد بأدرس فيه كورس الكورس ده هيتطور مستقبلك كورس كواليتي كورس إن فيكشن كونترول أي كورس هينجحني دايماً ارسم على وجهك ابتسامة الواثق وقول لأ وابعد عن تكرار المجهود دايماً ابدأ بعمل مرة واحدة ابدأ بالعمل ولو ما قدرتش إنك تقوم بيه وفيه شخص زي ما قلنا من شوية يقدر يقوم بيه خليه يقوم بيه ولو العمل مش وهم إلغيه المهم إنك بتبدأش في العمل كذا مرة علشان تكرار المجهود أو تكرار بداية العمل كذا مرة ده من أكبر الحاجات اللي ممكن تضيع وقتك أنا الحقيقة كنت شغال في مكان في وزارة الصحة في وزارة الصحة السعودية وكان عندي ثلاث زملاء والثلاثة كانوا حصلين على درجة الدبلومة الدبلوم عفواً درجة الدبلوم اللي هي قبل درجة البكاليريوس وكانوا بيتناقشوا التلاتة عن إزاي إحنا ممكن أو إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل حاجة اسمها التكسير التكسير ده برنامج موجود في السعودية معناه إنك إنت تتعلي الدبلوم بتاعك الدبلوم بتاعك لبكاليريوس تمام؟ بتكمل بيشلك المواد المشتركة اللي إنت درستها في الدبلوم وبيعطيك سنتين زيادة فتحصل على درجة البكاليريوس الحقيقة إن التلاتة اتكلموا وقالوا إن دي فكرة كويسة وإن في دراسات بدأت في جامعة الملك عبدالعزيز علشان نعمل برنامج التكسير ده ويعني ما كانوش عندهم الحمس الكافي الحقيقة إن في واحد من التلاتة عمل حركة طلع الموبايل بتاعه وبدأ إن هو يدخل على جامعة الملك عبدالعزيز ويشوف شروط القبول لدرجة التكسير أو لدرجة البكاليريوس بس عمل الحركة دي بس أرى الشروط مجرد إراءة بسيطة جدا كان عندنا مكتب الإدارة في الدور الثاني طبع الورقة ديت ورقة الشروط وبدأ كده واحدة واحدة يجمع الورقة شاهدة التخرج شاهدة خبرة تقييم أداء وظيفي حاجات زي كده وبدأ إن هو يشوف إلا حاجات النواقص زي موافق دي جهة العمل وكانت مشكلة كبيرة علشان موضوع البديل وعدم وجود بديل وقدر الحمد لله إن هو يتغلب عليها لكن الموضوع أخذ شهور وكان ماشي في الموضوع تدريجيا الاتنين التانيين الحقيقة كانوا دايما ما عندهمش نفس الحماس أو ما عندهمش نفس درجة الحماس إن هو ما يقوموا بنفس العمل اللي هو أمبيه وما كانوش بيحمسوه ولكن هو أخذ الموضوع تدريجيا وببساطة شديدة جدا يدر إن هو يكمل الأوراق بتاعته وقدم في الجامعة عملوله إنترفيو زاكر داخل إنترفيو كان حس إن هو مش هيتقبله والحمد لله في فضل ربنا سبحانه وتعالى اتقبل ونجح كمل سافر وروح درس درجة البتلولوس ورجع تاني وترقف وظيفته مرتبه زاد وتنقل لما كان أفضل من اللي كان فيه الحقيقة إن اللي فرق الشخص ده عن الشخصين اللي كانوا في نفس الجلسة هو إنه طلع الموبايل وقرى بس شروط القبول دايما النجاح بيبدأ بخطوة بيبدأ بفكرة بيبدأ بأنك بس بتشوف إيه المطلوب مني علشان أقوم بالعمل ده وبيبدأ بعدم استشارة المحبطين ما تروحش للناس الفشلة أو المحبطة أو الناس اللي ما حققتش حاجة في حياتها وتستشارها في مشروع ناجح أكيد حيحبطك أكيد حيشدك معاه لأ شروح لشخص ناجح شخص تتعدى المراحل دي هتلاقيه يقولك أيوة ابدأ يلا اشتغل ما فيش عوائق ما فيش عوائق مالية السن مش عوائق ما فيش أي عوائق إنك تبقى ناجح ودايما نخلي تخطيطك واقعي دايما نحط وقت محدد كافي للعمل ما تحطش وقت وليل ما تقولش أنا هخلص الكورس ده في يومين أو ثلاثة أو حضغط نفسي ليه اتن نفسك وقت كافي أسبوع علشان تقدر إنك تقوم بالعمل ده أو علشان تنجح إنك تقوم بالعمل ده إلا إذا كان في ظروف خاصة يعني مثلا الكورس ده هقدم في وظيفة والوظيفة طلبة مني إن يكون عندي دبلوما مثلا معينة أو تكون عندي شهادة معينة فهضغط نفسي علشان إن أنا ألحق الوظيفة دي قبل ما تروح علي ولكن دي ظروف استثنائية إنما أنت بتقوم بعمل عادي عايزه علشان تطور نفسك أو تحدث من مستقبلك فدايما حط له وقت كافي علشان لا يصيبك الإحباط في لص العمل وبعدين تفشل ودايما لو لقيت إن الوقت غير كافي ستوب وحط خطة أكثر واقعية ودايما قيم أهمية الزيارات الاجتماعية يعني إيه؟ يعني لو أنت مدعو لاحتفال والوقت بتاع الاحتفال ده أنت المفرد تكون بتقوم بعمل أو بمشروع أو بدراسة أو بمحاضرة أو بمذاكرة هتأثر عليك في مستقبلك فاسأل نفسك ساعتها سؤال لو لم روحتش المناسبة دي هل هيحصل حاجة؟ لو كانت الإجابة لأ إن الزهابي زي عدمه يعني المناسبة قائمة سواء أنا موجود أو غير موجود اللهم إن في بعض الناس ممكن تتساءل أنا ليه ما جيتش ساعتها إلغي فوراً اتذهاب وقوم بالعمل اللي حينجحك طب لو كان الحضور ضروري جداً احضر وقت بسيط واستأذن ودايماً استخدم قوة العشر دقائق لما تحس إنك مليت من العمل اللي إنت بتقوم بيه ولو حسيت بالفطور أخرج اتمشى لمدة عشر دقائق وإن ده في العشر دقائق دول بتتمشى فكر في الأهداف اللي ممكن تحققها لما تقوم بالمشروع دي بالمشروع ده يعني أنا دلوقتي قاعد بذكر كورس معين وحسيت إن أنا مليت وعمل أقول إيه لأ أنا بعمله ده كورس الانفكشن كونترول لما أخرجت ناشية شوية لما حس بالملل حبدأ أفكر لا والله الكورس دوت ده أنا ممكن أقدم في وظيفة في مكان معين ممكن أقدم في المستشفى الانترناشنال المعينة ممكن أقدم في الجامعات المعينة إن أنا أشتغل فيها لأنهما دايماً كانوا يطلوبوا ناس حصلين على كورس الانفكشن كونترول فدايماً في خلال العشر دقائق اللي انت بتاخده مراحة فكر احلم احلم بالعمل اللي انت بتقوم بي ده هيوصلك لفين وحدد أهدافك دايماً ودايماً احلم بنتائج الأهداف دي واستخدم قوة البرمجة الشخصية احنا عندنا طبعاً في البرين منتوا عرفين إلي فيها هاير سنترز واللور سنترز في البرين ودايماً الهاير سنترز بتعمل الأعمال اللي محتاجة تركيز اللي محتاج كونسنترشن بشكل أكبر ودايماً اللور سنترز بتعمل الأعمال الريبيتد الأعمال اللي هي اللي بيسموها الـ Autonomic الأعمال المكررة بشكل عادي أنا لما بدخل البيت بشغل الأنوار بشكل طبقي ما بقاش واققت بالي إن شغلت الأنوار بحط مفاتيحي وبحطه محفظتي في مكان فلاني بحطه موبايلي في مكان فلاني كل دي اعمال بقوم بيها بالبرمجة متبرمج يعني ما بقاش مركز ان انا بقوم بالاعمال دي او لما بقى سوق السيارة بتلاقي نفسك بتعمل اعمال بتمسك بريك بتجيب على حرف دي بتجيب على حرف الار اوتوماتيك من غير ما انت مركز انك عملت دي ليه نتيجة الاعمال دي تحولت من القشرة الخارجية من المخ للإنر سينترز اللي بتقوم بالاعمال اللي بتسميها الاعمال اوتونوميك او الاعمال اللي بتتم بشكل اوتوماتيك فدايما نحط في حقلك الباطن انك مدير ممتاز للوقت انك قادر انك تكون بتنظم وقتك وانك بتستخدم وقتك بشكل فعال طيب والانسان محتاج قد ايه علشان مخه يتحول من ان العمل يكون عمل محتاج تركيز لعمل يكون عمل بيتعمل بشكل تلقائي اغلب الدراسات قررت لك في حاجة اسمها قوة الواحد وعشرين يعني ان في خلال واحد وعشرين يوم لو انت بتكرر العمل بشكل تلقائي يعني لو انت تعودت في واحد وعشرين يوم انك تكون مدير ممتاز لوقتك انك تكون منظم لوقتك في اليوم الواحد وعشرين او بداية اليوم الواحد وعشرين هتلاقي مخك اوتوماتيك اتبرمج انه هو يقوم بالاعمال دي بشكل جيد او بشكل اوتوماتيك فما بتحتاجش لتركيز في العمل ده حضرة بمثال احنا في رمضان دلوقتي احنا المحاضرة دي احنا بنسجلها في شهر رمضان المبارك ربنا خلق لنا العشرة الاواخر من رمضان هما اللي فيهم صفوة الاعمال او تركيز الاعمال انا لقيت ان فيه مبين قوة الواحد وعشرين ومبين اللي بيحصل في رمضان لقيت ان احنا في رمضان في اول ايام بيكون عندنا شوية قبول او شوية عدل نشاط او بيكونش عندنا تركيز في العبادة في حاجات تانية بتشغلنا وبنلاقي نفسنا بنيجي في العشرة الاواخر من رمضان بتلاقي جسمك اوتوماتيك اتبرمج على عبادة بشكل اعلى ليه نتيجة ان الاعمال او تنظيم يومك في رمضان اللي انت عملته في خلال اول عشرين يوم من بداية الليل الواحد وعشرين اللي هما العشرة الاواخر من رمضان بتلاقي جسمك خلاص اوتوماتيك اوتوماتيك بعد بيعمل الاعمال دي بدأ يومك يبقى منظم بتنزل للصلاة التروح في وقتها تقدر تضيف عليها صلاة التهجد بشكل بسيط جدا بتلاقي قراءتك القرآن بقت شكلها اكبر فدايما بتلاقي في اليوم الواحد وعشرين بناء على اغلب الدراسات اللي هما بيسموها السر الواحد وعشرين يوم وحاولوا تقرؤ في الانترنت عن قوة الواحد وعشرين يوم أو عن سر الواحد وعشرين يوم لقوا دايما ان في اليوم الواحد وعشرين من تكرار نفس العمل الجسم خلاص بقى متعود عليه وبيقوم به بشكل ترقائي فلو انت تعودت انك تنظم وقتك لمدة واحد وعشرين يوم هتلاقي نفسك في اليوم الواحد وعشرين بقيت خلاص قدرت انك تدير وقتك بشكل جيد وده هيخليك انسان ناجح في المستقبل ودايما اتخذ مسأل اعلى حطه قدام عينك قدر ان هو يكون في سنه صغير او في وقته قليل قدر ان هو يحقق نجاح عظيم ضربتلكم من شوية مثال المهندس محمد العبار رئيس مجموعة اعمار ازاي قدر ان هو ينشئ مجموعة عقارية اكبر مجموعة في الشرق الاوسط وبتضاهي الشركات العالمية مؤسس فيسبوك مارك زيكربيرج ازاي ان هو قدر في سنه الصغير وهو شاب ان هو يحقق ملايين من الدولارات يوميا مكاسب من خلال الفيسبوك ومن الواتساب ومن المسينجر بيحقق يومين ارباح طيب ده برضو ممكن نقول عليه مثل في ادارة الوقت بالجيتس ازاي ازاي ادر ان هو في سنين قليلة من اول ما ظهر لنا الويندوز 98 لحد النهاردة ادر ان هو يستحوز على اهم انظيمة تشغيل الكمبيوترز والانترنت في العالم انظيمة مايكروسوفت محتويتها ومجتملاتها طيب اش دي كلها امثلة نجحة طيب لو سألتوني انا مين اكبر مثال ناجح عندك انا حقول لكم ان انا عندي انسان في هذه الدنيا ادر ان هو يقوم بعمل المفروض العمل ده محتاج حوالي من 100 ل150 سنة على حسب اغلب الدراسات ادر يقوم بالعمل ده في خلال 23 سنة بس ايه هو العمل ده هو تغيير عقلية امة تغيير فكر امة كاملة امة بتعبد الاصمام امة بتوئد البنات امة لا تحترم المرأة امة بتشرب الخمر امة اغلب عدتها وتقاليدها سيئة جدا لامة بتتبع تعاليم وتقاليد عالية بنصفة لامة بتجاهد بنفسها وبتترك حياتها علشان تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لامة نكحة جدا لامة قوية جدا من هو هو حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قدر بس في 23 سنة يغير مجرى هذه الحياة ما قبل رسول الله يختلف تماما عن ما بعد رسول الله وما بعد الاسلام ازاي عادات وتقاليد الامة اصبحت سامية ازاي الناس اللي كانت بتوقد البنت وهي صغيرة علشان بتعتقد ان هي البنت دي بتسبب لها الفقر ازاي ازاي الامة دي او ازاي ان الرسول قال للناس دي ان اللي يعول جارية او جاريتين يدخلاها الجنة مصبحت الناس حريصة على تربية البنات ازاي الامة اللي كانت بتشرب الخمر اصبحت تهاب وتخاف بس من لمس الخمر لان الله لعنة شاربها واحاملها فهو مثال عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقيس الدنيوية مش بالمعجزات حتى بالمقيس الدنيوية قدر يعمل عمل عظيم وجليل في 23 سنة كان العمل ده محتاج اقل شيء 150 سنة الفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل يعني ايه يعني لو دلوقتي شخصين في مقتبل عمرهم وبعد 30 أو 35 سنة الشخصين دول اتقابلوا في نفس المكان اللي اتقابلوا فيه في مقتبل عمرهم ولقينا واحد فيهم كان ناجح جدا واحد فيهم فاشل ما حاجة في حياته الفرق بين الشخصين دول الفرق بين نمبر ايه و نمبر بي الفرق بين الشخص الناجح والفاشل دائما الشخص الناجح بيحسب وقته بالدقايق والساعات يعني ايه يعني اي حاجة بيفكر فيها او اي مشروع يفكر فيها يقولك والله انا ممكن اعملها بعد 6 ساعات بعد 8 ساعات ممكن اعملها النهاردة دايما عنده الساعة والدقيقة لها قيمة انما الشخص الفاشل دايما بيفكر بالايام الشهور يقولك اهل المشروع ده ممكن اعمله بس بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد سنة وغالبا مش هيعمله الشخص الناجح بيتصرف الان وبسرعة لما بتجي له الفكرة بيدوق بيتصرف في لحظتها وبيبدأ زي ما قلتلكم المثال بتاع الشخص اللي طلع على الموبايل وبدأ يشوف شروط الدراسة على طول في لحظتها تتصرف فكر ومتجي له فكرة مشروع افتح شوف والله ايش شروط ان انا اعمل المشروع الفلاني ايش شروط ان انا ادرس الدراسة الفلانية ايش شروط المطلوبة علشان اخذ الكورس الفلاني انما الشخص الفاشل دايما بيماطل بس بيتحرك لما يكون مضطر الحاجة او الاضطار هي اللي بتخليه ينجح انما او اللي بتخليه ياخد خطوة هو غالبا ما بيقاش ناجح انما ما بياخدش أو ما بيصرفش أو ما بياخدش اكشن سريع في غزوة مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم كلف مجموعة من الصحابة اللي يكونوا قادة جيوش المسلمين وضمنيا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالشهادة بشر الصحابة الثلاثة بالشهادة لكن بشكل غير مباشر مين هم الصحابة الثلاثة سيدنا زيد سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة دخل سيدنا زيد قاتل وقتل دخل سيدنا جعفر بن أبي طالب قاتل وقتل ودخل سيدنا عبد الله بن رواحة قاتل وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعش الغزوة مؤتة مع المسلمين ولكن ربنا رفع له الأرض يعني بقت كأنه بس مباشر كده والرسول مجمع حوله الصحابة وبيحكي لهم اللي بيحصل في أحداث المعركة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف مقاعد أو أسرة الصحابة الثلاثة في الجنة فوصف سرير سيدنا زيد بن حريفة رضي الله عنه وجنبه سرير سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبعدين وصف سرير سيدنا عبد الله بن رواحة ولكن رسول الله قال حاجة قال ولكن به ازدواء عن سريري صاحبهما يعني السرير بتاع سيدنا جعفر سيدنا زيد على نفس الليفل بس السرير بتاع سيدنا عبد الله بن رواحة أقل شوية فالصحابة استغربوا قالوا له لماذا يا رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تلكأة هنيها يعني تلكأة هنيها سيدنا عبد الله بن رواحة لما بدأ يشوف المعركة وبدأ يشوف بشرى رسول الله وأن الاتنين القادة اللي قبلوا قتلوا خاف كأي إنسان بيخاف يعني طبيعي كلنا بنهاي بالموت فخاف شوية وتراجع أنه هو يبدأ يدخل كقائد تالت زي ما قمر رسول الله من قادة المسلمين وبعدين بعد شوية بدأ يحمس نفسه وكان في إيده قطعة لحم نهس منها نهسة وتركها وبدأ يقول شعر وقصايد عشان يحبس نفسه لكنه تأخر شوية وبعدين دخل المعركة تخيالوا التأخير البسيط ده وهو شهيد في سبيل الله خلى في السرير بتاعه ازدواء بسيط عن سريري سيدنا سيدنا ضعفر بن أبي طالب وسيدنا زيد ابن حارثة تخيالوا التلكأ هنايها التأخر شوية أخر واحد في منزلة من الجنة فيا جماعة احنا كل عمل ممكن نعمله متأخر أكيد مش هناخد نفس الفرصة اللي لو عملناه في وقته سواء قيمة دينية أو قيمة دنيوية يعني لما نعمل مشروع عشان يخدم المسلمين لما نعمل مشروع مثلا مبردات ماء عشان تخدم الناس اللي جايين للمسجد الفلاني أكيد الشخص اللي فكر في الفكرة بعدي أكيد أنا سبقته بخطوة أو سبقته بدرجة فدائما بداية أي عمل بشكل مبكر بيخلي درجتنا في الدين أعلى وما بالكم في الدنيا أي عمل بنقوم بيه متأخر دراسة الفلانية عملتها متأخر سنتين ثلاثة كان المفروض أعملها من قبل كده بس أنا لتدلعت أكيد مش حوصل لنفس النجاح بتاع الشخص اللي قام بالدراسة في نفس اللحظة وأخيرا للتحرر من سجن الوقت علشان أخرج من سجن الوقت وعلشان الوقت ما يكونش ريستريكتيب بالنسبالي أو ما يكونش محدد بالنسبالي قرر الآن قرر الآن إنك تكون مدير ممتاز للوقت قرر الآن إنك تنظم وقتك علشان تلحق توصل لقوة الواحد وعشرين وقوة البرمجة الشخصية إن وقتك يبقى منظم دايما اعمل قيمة مهام ما تخرجش عشوائي كده اعمل قيمة مهام ودلوقتي أصبحت على الموبايل بقت سهلة جدا من فكرة الورقة والقلم اللي ممكن تضيع الورقة مننا اكتب على الموبايل أنا نهارده عندي كذا 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 حط فيهم احتمالات المقاطعات حط في نهايتهم زي ما قلنا من شوية العمل اللي انت بتحبه ودايما نام بدري وصح بدري لأنه كل ما بتنام بدري كل ما حتقوم نشيد انتوا عارفون طبعا السيركيديان ريثم الدورة بتاعت الكورتزول في الجزم الكورتزول اللي بيوأسكريت من السوبرالينا الجلاند وبيتزبط السكريشن بتاعه مع البيولوجيكال أور أو مع الساعة البيولوجية بتاعتنا فالكورتزول بيفرز دايما قالك من الساعة ستة للساعة ستة على حسب البيولوجيكال أور بتاعتك أو على حسب الساعة البيولوجية بتاعتك يعني ممكن نهارده ممكن ساعة ستة هنا أنا أكون غير الشخص اللي في أمريكا يكون دلوقتي في المسا فحسب البيولوجيكال أور أو على حسب الساعة البيولوجية بتاعتك بيبقى نشاطك دايما البيك بتاع نشاطك من ستة صبح إلى ستة مساء علشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها نام بدري مش تجزم تسهر للساعة واحدة أو اثنين نام الساعة عشرة عشرة ونص 11 على حسب مثلا معاد شغلك أو عيادتك أو الأعمال اللي انت بتقوم بيها وحاول تسهر بعد صلاة الفجر خلاص ابدأ يومك بعد صلاة الفجر هتلاقي نفسك تاخد بركة اليوم وتاخد أعلى نشاط وأعلى نجاح وقبل ما تقوم بأي مهمة استعد لها جيدا حضر أدواتك حضر اللابتوب حضر صورس آخر للإنترنت حضر أوراقك حضر الأقلام اللي حتقوم بيها ودايما لما يكون عندك مشروع كبير قسمه لمشاريع صغيرة ما تقومش بالمشروع الكبير على بعضه يعني لما يكون مثلا أنا عاوز أن أنا يكون عندي شركة صعب أن أنا مرة واحدة يكون عندي شركة لكن أنا ممكن أبدأ بمحل صغير ممكن أبدأ بحاجة صغيرة وبعد كده الحاجة دي تبقى 2 و 4 لحد ما مجموحهم أقدر أن أنا أكون شركة فدايما هقسم حلمك أو هدفك الكبير لأهداف صغيرة قابلة للتحقيق علشان تقدر أنك أنت تتحقق هدفك كبير وزي ما قلنا دايما خلي تخطيطك واقعي بالنسبة للوقت ما تقولش أنحامل المشروع ده في سنة الشركة دي في سنة وتجي بعد السنة تلاقي نفسك ما حققتش حاجة فيصيبك الإعباط وتلاقي نفسك خلاص مش هتنتج أي شيء وهختم كلامي بخطة كأن وليام جامس وهو أستاذ في جامعة هارفورد قال لك إذا كنت تنشد الجودة فتصرف كأنها لديك وإذا كنت تنشد إدارة ممتازة للوقت فتصرف كأنك مدير للممتاز الوقت يعني يهي الكلام ده يعني لو أنت عايز أنك تكون إنسان عندك كواليتي في حياتك أو عايز تكون إنسان ناجح بس ماشي على معايير جودة مش ناجح وخلاص فتصرف كأن الجودة دي لديك يعني بدأ دور على المعايير دي اللي هي اللي بتخليك ناجح وتصرف كأن المعايير دي موجودة عندك ويمشي عليها ولو كنت عايز تبقى مدير ممتاز للوقت عايز تكون متحكم في وقتك اتصرف فعلا كأنك مدير ممتاز للوقت قل لي نفسك بخطة البرمجة الشخصية وبخطة الواحد وعشرين يوم أو بسر الواحد وعشرين يوم إن أنا مدير ممتاز للوقت قرر الكلام دوت وحتبقى ناجح الحقيقة في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر أخي الكبير وأستاذي البروفيسور الدكتور مازل الدوماني إنه أتحلي الفرصة ديت إن أنا أكون موجود في دينستري أونلاين سينتيفيك ديز وبترحم في النهاية برضو على الدكتور إبراهيم الفقي اللي أنا اقتبست منه كلام كتير من محاضرتي دي وبشكر كل زملائي اللي أعطوا الوقت إن هم يسمعوا المحاضرة بتاعتي أشكركم وإن شاء الله تعالى دايما الدينستري أونلاين سينتيفيك ديز نجحة ومن سنة لسنة وكل سنة بتحقق النجاح وكل سنة بتضيف مواضيع جديدة لحضرتكم أعزي أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا